حياتهم فده كان تقريبا من 3 سنين أو 4 سنين قبل ما يدخل الجامعة حتى وكان بيحكي قصته بنفسه والحقيقة يمكن النهاردة قصة كملت شوية لحتة أبعد شوية قصة يحيانه لما تولد أنا وبابا وما شفناش ان احنا خدنا كل الخطات اللي في الأول والمشاكل السحية اللي عدينا بيها يعني هو أصغر طفلي يعني كان فيه أطفال قبله هو رقم 3 في أسرتنا وعنده ولدين أخرين ويمكن هو دايما كان شايف انه هم أخواته رول مادل بتوعه لعبه رياضة هو هيلعب رياضة واحنا كمان كنا شايفين انه هو يعني هو ابتدى الدمج من بدري قوي وخلييني أقولك ان سر النجاح او سر اي حاجة الدمج نفسه الدمج في أسرته الصغيرة انه واحد زي أخواته هيتعمله كل حاجة مطلوبة تسعيده والحقيقة هو في الأول كنا احنا بنحلم هو عايز ايه وبعد شوية هو اللي بقى بيحلم واحنا بنحاول نحقق له حلمه زي وزي أخواته ايوه حسن هو نجم العيلة هو البطل بتاع العيلة هو دايما بيعمل حاجات مش متوقعين بيعلي الاكسبكتيشن يعني يعلي مستوى ديني بقى امثلة كده في المشوار لما كنا ندخل المدرسة كنا مندخل المدرسة واحنا مش عارفين الدنيا هتمشيل فين وان 22 سنة ما كانش فيه مدارس دمج ما كانش فيه قائلين ما كانش فيه العهد اللي احنا فيه دلوقتي صحيح هم حقيقي القادرون باختلاف في العصر الزهبي بتاعهم زي ما بيقولوا صحيح احنا ايامين يعني في الوقت ده ما كنا احنا بنواجه التحديات بنفسنا احنا اللي بنحاول نقنع المجتمع بحاجات بس الحمد لله هو توفق في مدرسة ودخل السيستم الامريكي كان اسهل شوية في الدراسة بالنسباله في الدمج وما كانش عنده مشكلة في المدرسة والطلبة لا الحقيقة دايما كنا احنا والمدرسة بنتعاون مع بعض عشان نعدي ونتغلب على التحديات اللي ممكن تكون بتقابل اذا كان ثقافة المجتمع اللي حواليه اذا كانت بس المدرسة كانت مهيئة لده الحقيقة وخلصنا يعني تخيلنا ان احنا نوصل لابتدائي خلصنا ابتدائي نوصل لإعادات بيكمل بيكمل لحد ما وصل للدبلوما الامريكية دبلوما الامريكية ودي صعبة ودي صعبة صعبة حتى على الناس العادية صعبة بس هو دخل اكتر من تجربة زي وزي بقية الطلبة لغاية ما جاب الرقم اللي اهيله للجامعة فبتدنا نقول هو ايه لانا عايز ادخل للجامعة زي اخواته فبتدنا ندور على الجامعات والحقيقة ربنا وفقنا في جامعة يعني انا بكون لها كل الاحترام والتقدير وعلى فكرة الجامعة ما كانتش فيها حاجة مختلفة اليحية هو ماشي في السيستم العادي بس كان فيها احتواء كان فيها حب زميله كانوا بيسعدوا جدا وتخرج وتخرج بالجامعة يمكن دي الحفلة اللي تمت الاسبوع اللي فات واللي القى فيها كلمته وده اللي يمكن الفجأة لقينا ان الدنيا بسط للموضوع بطريقة مختلفة انا بقول ان فترة الجامعة وفترة الدمج دي عمل التوعية جمدة جدا وعشان كده انا بنيشت بالدمجة قوي لانه بيفرد التوعية وبيشوفوا قد ايه الولادة عندهم حاجات ممكن يطلق وهنا هي فكرة قادرون باختلاف احنا قادرون بس احنا مختلفين لكن احنا قادرون هو السلوجن الجديد بتاعي يحيا ويمكن دي اللي صحيح وكلنا مختلفين انا بتطفق معاك يا حديد تصور ويال اول ديفرنت يعني اكيد انا مختلفة عنك ماما مختلفة مسورنا مختلف انت نفسك مختلف بس قولي مختلف في ايه بنبقى مختلفين عن بعض في ايه انت شايف ايه ليه قلت احنا كلنا مختلفين عن بعض وجهة نظرك ايه عشان انا مختلف مختلف بس شاطر انت بتبقى سعيد لما بتحقق البطولة ده وانت رايح النادي ونازل وتحقق البطولة عشان انا براح عشان براحل البطولة عشان براحل الناس كل يوم براحل تمين عشان هدعب اكتر كمهودي عشان الناس اجيب اكثر ارقامي عشان راح عرق ارقامي عشان انت ادخل البطولة جاية اه يعني بتحب ان انت تجيب ارقام عالية فتبقى تحطم رقم معين وتروح على الرقم اللي بقى انت ماما بتقول ان انت كنت بتفاجئهم دايما يعني كان عندك مفاجئات في البيت انت اللي كنت بتتحدى كل حاجة اه صح؟ ايه كنت بتحب تعمل الحكاية دايما بعمل كل حاجة انا انا اتباندت واحدة ام هو معتمد على نفسه اه هو شايف ان هو مختلف عشان بيعمل اه اه تدريبات كتيرة جدا وبيذاكر كتير جدا فهو شايف ان هو حتى عن اخواته بيعمل مجهود اكتر وان هو مختلف في القدرات اللي بيحاول يطلحها صحيح في النتائج وفي المدليات اللي بيجيبها صحيح هو شايف اختلافه بطريقة ايجابية طبعا مش بطريقة زي عشان كده بيقول الاختلاف مش عيب لا طبعا الاختلاف ده ميزة الاختلاف بنكمل بعض صح كل واحد مختلف بميزة معينة بالزبط طب كلمني عن حاجة بقى ياحي انت قابلت السيد الرئيس واخدت كمان يعني تقدير ووسام كلمني عنه انا شوفت الرئيس الفتاح سيسي اقومني قبل بداية الجامعة الجامعة سلاسكا اه قبل الجامعة صح قبل الجامعة الجامعة هو كمان ورياضة بتاعتي اه قبل ما تبدأ الجامعة قبلت السيد الرئيس اعتقد السيد الرئيس لو قبلك دلوقتي بعد الجامعة هيبقى سعيد بك قوي اه طبعا لانه لما قبلت واتبسطت ادك كده حماس وادك لا ده حماس كثير كدا وكمان بحيث انا موجود سالنهاردة اه وقدم جاية عشان مبسوط بي عشان بروح ارقامي وهو مبسوط تدخل الجامعة حاجة حلوة فانت سعيد ان انت يعني هو كمبسوط بارقامك وان انت هتدخل الجامعة وانت دلوقتي دخلت الجامعة خلاص وتخرجت من الجامعة فانت عايز كمان ان رئيسي يعرف انك تخرجت من الجامعة صح؟ طيب انا عايز اعرف انت بتدور على شغل صح؟ او بتدور على شغل مجال 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 سبويتس اه عايز تشتغل في الرياضة لان انت درستك في الادارة في الرياضة صح؟ الادارة الرياضية الادارة الرياضية على فكرة حاجة مهمة جدا يعني انت بتابع الكورة مثلا وبتابع الانظمة الرياضية المختلفة اهم مشكلة مثلا في كل الانظمة الادارة المانجمنت صح؟ اه فانت عايز تشتغل في حاجة كده وتساعد فيها مظبوط نفسك في ده هل هو بدأ فعلا يقدم بقى يحيى ويشوف مجالات ابتدأ يقدم وابتدأ يشوف وبي يعني ما بنقوله ايه الحاجات اللي هو عايز يروحها وكده هو حابب قوي يشتغل في مجال الإدارة الرياضية لأنه هو كمان هو بيحب الكورة وبيحب اللعيبة وعنده ثقافة عالية في المجال ده كمان غير انه هو برضه في السباحة فكل الحاجات دي شايفها الاستادات والملاعب اه فعايز يشتغل في حاجة كده فهو عايز يشتغل في هذا المجال لأنه حاسس انه هو جوه المجال ده درسه وعيشه وعيشه وبطل رياضي ما اللي بقول درسه وعيشه دلوقتي خليني يقول انت دلوقتي انا ممكن اقول نيابة انا عنك يا يحيى نتكلم كل اللي بيسمعونا في المؤسسات الرياضية وبالذات في المجال بتاعك يحيى تخرج ودرس في المجال الرياضي في الإدارة وهو بطل يعني يسباح ونفسه يشتغل في المجالات دي فأي المؤسسات الرياضية يحيى موجودة عندنا النهاردة في التاسعة ويسعيده جدا الانضمام لأي مؤسسة ويشتغل فيها ويقدم لأن مشروع تخرجك كان مهم صح؟ اه انا بعمل مشروع تخرج انا بعمل زي تونيشن عشان يجيب انشيوز عشان نعمل زي ندفع فاروي عشان نعمل زي اونلاين بلاتفورمز اه ان انتو يتدفعوا زي حاجات اللي بندفع بيها كل لها هم عملوا مشروع التخرج على اونلاين بلاتفورم انهم يجيبوا دونيشن يعملوا ماركتنج تبرعات للانجيوز للجماعات الاهلية للجماعات الاهلية فازاي يزودوا التبرعات دي بطريقة ماركتنج للانجيوز بالذات الصغيرة صحيح والحقيقة المشروع بتاع التخرج بتاعه زميله كسب الجهزة التالتة في الجامعة يعني كمان يعني هو حتى لو اشتغل مع انت لو اشتغلت مع الشركة عشان يتزود مثلا شركات الكبيرة اللي بتشتغل واللي يزودوا التبرعات عشان الناس تقدر تساهم في التبرعات دي ويدخلوا عليها ازاي اونلاين مظبوط وتبقى سهلة فانت ممكن كمان تشتغل في حاجة زي دي صح؟ يعني في الاتنين سواء في الرياضة في الادارة او في المجال ده والله انا بتمنى من منبر التاسعة هنا تيجي فرصة العمل ليحيا ونلاقي فعلا الناس بتتصل بينا وتقول لو سمحتم عاوزين يحيا يشتغل معنا ايه رأيك؟ اكيد ده هيحصل انا متأكدة انه هيحصل هو حاصل ايه؟ هو حاصل اه هو حاصل بس لسه احنا في مرحلة يعني هو حاصل حاصل الحقيقة حاصل انه يحيا هيشتغل فعلا يعني ان شاء الله ان شاء الله لا يعني انه في مؤسسات تواصلت مع يحيا وحيدا نشتغل انه نموذج كمل ويتحدى طبعا الحقيقة يعني ده حاصل اكيد انا بقى عايز اسأل يحيا بقى انت بقى بتسمع مين يا يحيا تفرج على ايه؟ مين مطربك المفضل؟ بسمع مين هنا؟ بسمع اخونا عمر تياب عمر تياب بتحب عمر تياب وبسمع مروان موسى مروان موسى طبعا و تفرج على مين بقى؟ تفرج على مسلسلات بتحب مين؟ لا مسلسل او لا البفراج مسلسل تحب ايه؟ افلام ايه مسلسل؟ فيلم انجليش انجليش نشاطه اليومي عمل ازاي بقى؟ بعد التخرج الرياضة ويعمل ايه؟ انا بعمل ساعة بعمل لفراج تممين وكل يوم السبح عشان قابل الحواهة جامعة و بوم مانا تصبح كل يوم السبح تروح التمرين كل يوم السبح و كل يوم السبح بعدان هاجل ع الجامعة تمرين ده بيبقى الساعة 7 الصبح بقى؟ ستة صبح ستة صبح بتسح날 خمسة الصبحا عرض لواحدك ولا ماما اللي بتصحييك؟ مم انا بسحال واحد تتعمل فطارك ولا ماما بتحضر؟ لا انا بعمل فطاري تعمل ايه بقى؟ بطبخ. تطبخ؟ تطبخ ايه؟ بطبخ بيت. بيت مسلوق بقى. بيت مسلوق بيت أملاكت. بيت أملات. بيت أشكاربل. اه يعني انت بتعمل فطارك بنفسك الصبح. اه. شنطتك على ظهرك وتروح التمرين. وبقى انت اطلع عالجامعة. هنرجع عالجامعة. وبعد الجامعة ترجع عالبيت زاكر. هنرجع عالبيت زاكر. اه. معنانا هنخدر. اه تتغدر طبعا لازم. معنانا هنم بدري. وتنام بدري بقى عشان تنشيب تصحى الساعة ستة الصبح. بعدانا خلصت الجامعة. اه. هنريد اقول الكلمة الصحابي حبوني جدا. طبعا. وكمان بافاسوس. كل الأسادزة كمان. كل بافاسوس كل الناس بسعطونا كل حاجة. يعني انت محبوب في الجامعة الصحاب والأسادزة والجامعة. والجامعة بافاسوس بسعطونا كل حاجة. من بعد من ثلاث سنين كلها. في كل الثلاث سنين الناس كلها بتساعدك. اه بسعطونا كل حاجة. انت عايز احلى حاجة فيك ايه يا يحيا؟ اتزامتك. انت سعيد. اه. صح؟ يعني احلى حاجة في يحيا اتزامته هو شخص سعيد. يعني اه يعني انا الحقيقة انا سعيدة بيك. يعني سعيدة بحضرتك جدا وسعيدة بالأسرة كلها اكيد وبابا وماما. يعني سعيدة لان انتو مش ممكن يحيا كان يبقى هذا البطل والشاب الجميل المبتسم ده الا لو انتو بزلين المجهود ده. ادوستي سعارة يحيا هدف وبقى هدف لكل ولادنا انه انه السعادة بتخلي البني ادم متوازن. بتخلي البني ادم عارف يطلع احسن ما عنده. طبعا. فهو ده كان هدف ان يحيا يبقى سعيد في حياته. طبعا. وانه يبقى اندبندن. ما يبقاش عبق على حد. وده الحقيقة يعني جزء من المسار اللي احنا مشيناه في رحلة يحيا. انه ازاي يبقى وهو حتى بيقول انا اندبند. انا معتمد على نفسي. وهو شخص ملتزم جدا 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 جدا. فلو التزم برياضة بيلتزم بيها التزم بالدراسة بيلتزم بيها. وبيسحل وحده خمسة الصبح. بيسحل وحده ولو احنا اللي اتأخرنا بيتبقى مشكلة عندنا احنا مش عنده هو. يعني لازم يبقى كل حاجة في معادها كل حاجة في التزامها. ودي دايما حاجة بتحسب له في كل المجال اللي بيدخل فيه. التزامه. يعني التزامه. وجوده في البيت اضافة يعني واضح نهو شخص لطيف ودمه خفيف. لا لا وجوده في البيت سعادة برضو دينا. وجوده في البيت بيكمل سعادتنا كلها. بيساعد مين في البيت؟ انا حاس ايحيا بيساعد في البيت. بيساعد ايحد. بتساعد مين يا يحيا في البيت؟ انا بساعد مامتي بغي اخواتي. بتساعدهم كلهم. ولو شفت حد في الشارع بتساعده. بتساعد برضو اصحاب زيك. مين اصحابك؟ مين اقرب اصحابك؟ اصحابي تقول سبورتس. ابطار رياضة. ابطار رياضة بتوعي. مين اسمهم ايه؟ علي عشناوي. علي. علي جبيلي. كلهم علي. ومحمد حازم. اه. كريم جمع. شاطرين زيك وابطال. اه ومنايا ويوسف حميدو. اه. وبيستنوك في الدمرين. وبيبقوا. انت يعني انا يعني. وعنده بقى عايش هو يحيا عايش حياة طبعية جدا ولطيف. واصحابه بياخد موعيده. بيخرج مع اصحابه. هو اللي بينزم. هو اللي بيعمل كل حاجة. ويقابلهم في النادي. هو عايش حياته بطريقته اللي بتساعده. خلاص وصل للمرحلة اللي ما بقاش فيه طول الوقت رقابة عليه. او اي حاجة. او قلق عليه. او قلق عليه. لا خلاص. يعني انا الحقيقة زي ما انا عايزة انا فرحانة بيك قوي يحيا. بس فرحانة بماما والبيت. يعني هما كمان عملوا هما يعني شاطرين زيك. مش هقول ابطال انت علمتني درس. انه البطل لازم يبقى رياضي. صح؟ مش احنا بنستخدمها على طول. اه. او انا بالقصر بساعد مامش اكتر واحد. اكتر واحد. مامتك تتحب اكتر واحد. صح؟ او. يعني ده احساس بتجيب هدايا حلوة في عيد الام؟ انا بخرجها عند الام. اه انت بتخرجها في عيد الام. ده شيء جميل. وبابا بساعدك ورده؟ انا بساعد بروي اكتر. بساعد باباك اكتر. ايه اكتر حاجة عجبك في بابا وماما بقى في المشوار ده؟ منو انت صغير لحد ما اتخرجنا من الجامعة؟ عايز تقولهم ايه؟ الشخص من الجامعة مالذيح، وماما باعتبر. ايه اه افطال باعتبر من الجامعة. وماما باعتبر من الجامعة. وماما باعتبر من الجامعة الغماترة. هنعم باعتبر من جامعة العجبات التي تنسوا است equivalently. اذا كانت من الجامعة مريد توانا باعتبر. تعبت معاك طول الوقت طول الوقت انا في الجامعة ثلاث سنين بسعني على مشاكل طبعا ساعدتك طول الوقت طول الوقت بوضو نفس الكسة وبابا ساعدك برده بسعني كل حاجة وكل سواء بوتيني وتميني بوتيني كل في حياتي بيوديك في كل مكان كل مكان انت يا جميل يا احيا انا سعيدة بيك جدا وسعيدة بانك تخرجت وسعيدة بانك بجد يعني عضو كده مشرف المجتمع المصري انت بتحب مصر اه ايه ايه اللي بتشوفه في مصر بيعجيبك يا كتير ايه اكتر حاجة بتعجيبك في مصر بتحس انك مصري وعملت حاجة مشرفة لمصر اه طبعا عشانا ان عشانا كل فيسبوك كل سواء الميديا كل سواء الميديا ما عرفوني زي يحيا انديل ووال موادل اه ان انت يعني مثال يحيا انديل ده مثال في مصر وفخر المصر اه طبعا عشانا انا خرجت من الجامعة وكلعت يوم السابعة اه يعني كل الناس خدتك على الهواء كل الوسائل الاعلامية خدتك على الهواء يحيا مشرفة حفلة التخرج عشان هو ادى سبيتش في حفلة التخرج اه عمل حديث اه اه قلقى كلمة في حفلة التخرج فالحقيقة قلقى كلمة عبر بيها عن موضوع ان احنا كلنا مختلفين بس كلنا قادرين ان احنا نبقى حاجة مختلفة وكويسة وان الجامعة ادبت الفورسل ده وبينادي طبعا بالدمج يعني محور الكلام برضو ان هو بينادي بالدمج طبعا انه كل الاطفال والاولاد يكون فيه الدمج لانه هو اللي هيعمل الحالة الجميلة اللي انا شايفها يحيا بص كده معايا على الشاشة هنحط كده صورة تايف الصورة دي حلوة ازاي اه طب كلمني عن الصورة دي ياحيا دي انا قرمت دي مع فتاح سيسي من كتون باختلاف كوسة تانية طب انت شكلك كنت بتقول حاجة لرئيس وهو بيسمعك اه كنت بتقوله ايه انا بقوله حاجة ساعة كنت مبسوط انا مبسوط جدا طبعا صورة تحب تكررها تحب تاخد الصورة تانية مع سيادة الرئيس بعد تخرج الجامعة ده بقى انا نفسي يشوف تانية نفسك تشوف سيادة الرئيس تانية اه طيب انا هستأذن زملائنا كده هنا والكاميرا كده ها جايبك انا عايزك انت تقدم الرسالة دي للسيادة الرئيس وتقوله ان انت خلصت الجامعة عشان ان شاء الله في المؤتمر القادم بتاع قدرون باختلاف تبقى موجود وتطمنه لان هو كان عايز تطمن انك خلصت الجامعة او لا لا في ايه رأيك تحب تقول ايه للسيادة الرئيس في الكاميرا بقى بتاعتك كده هناك تفضل ياحي افتجاه ماما كده قول بقى اللي انت عايزه انا بقول حمده اللي خلصت الجامعة عشان عايز فوتش اه تيم جاية انا عايز مكان سبورتس او مكان الدراسة انا عايز اوصل اه كل حاجة انا بعملها اه فانت يعني بتقول للرئيس انك خلصت الجامعة وعايز تتخص بقى خلاص في مجال الدراسة بتاعتك انا سعيدة بيكو جدا بجد اسعدتوني وانا يعني حاسة كده انه يحيى ابن المصريين كلهم يعني وابن كل الناس اللي بيتبذل مجهود ويطلع حاجة مشرفة مشكورة جدا جدا شكرا لحضرتك لا لا شكرا عشدفسك لليحيى والبرنامج يعني مدام هو ده انت نفسك رو موديل انت نفسك فخر لا الحقيقة لكل عم الحقيقة تقدر تبذل مجهود الحقيقة lidная path. اللي تعامل البداية كلها يعني الاولència بالفضل لأى حد غير اسرتك دانتي وبابا والأولاد والأسرتكم كبيرة توى اوى 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 انا بذكر انا بذكر ومامتي ببورة اكتر ايوا انا بذكر اخوتي اكتر وتام معايك سنين كلها اخواتك انا احبيتك عني يح يا الله انا احبيت اخواتي سنين كلها اخواتك كلهم تعبوا معايك وتام معايك كل حاجة ومامتي ببورة ومامتك وببورة بس انت كمان كنت مشرف يعني انت كمان عملت مجهود طيب انا دلوقتي زي ما طلبت منك تقول الكلمة وطم من سيادة الرئيس عليك لشان كان قالك لازم تخلص الجمع انا عايزة ايضا نفس الكلمة من استاذة هدى تحبي تقولي على فكرة عايزة اقول لكم خبر تحرف ان سيادة الرئيس النهاردة اخد جايزة من الالمبيات الخاص وجايزة علشان هو جايزة ما بياخدهاش غير الملوك والرؤساء اللي بزلوا مجهود مع قدرون باختلاف انت عارف ان الرئيس اخد جايزة كبيرة النهاردة نا انا صفته في تفزون اه فانت عارفت انه اخد جايزة فالجايزة تيه عشان الاهتمام اللي بيقدم الحقيقة تحبي تقولي انتي ايه كمان بقى انتي تقولي ايه انا انا يمكن بنموذج يحيا بدعوا اولا كل الاهل انهم يأمنوا قوي بولادهم وانهم ما يقفوش عند حدود معينة لان الحدود مفتوحة وكل ما بنمزل مجهود كل ما بيبان دوت على الولاد لانهم كمان في عصر زهبي يمكن كمان عندهم الرئيس الحقيقة والدولة دلوقتي بقت داعمة جدا 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 فالفرص متاحة اكتر بكتير من عهد سابق وده يمكن بشكر عليه سيادة الرئيس جدا انه فتح المجال والاهتمام والتوعية في هذا المجال طبعا قادرون باختلاف والمؤتمر اللي بيحصل كل سنة والقائمين عليه عاملين مجهود رائع ومخالين زي ما بيقولوا ايه العين والرؤية بقت مختلفة صحية القدرات بتاعت الولاد بانت طب اخر كلمة من ماما هدى ليحيا بقى اللي هو بقى مشرف النهاردة بعد تخرجه تقولي ايه ليحيا كلمتك الاخيرة بقوله فخودة بيك قوي يا يحيا وسعيدة بيك ومنتظرة منك حاجات اكتر واكتر وحاسة ان انت لست هتكسر الدنيا انت لست في البداية منتظرة منه كتير وطبعا بحبه من هنا للدنيا للأمر ونرجع تاني ايه اكيد انا كمان بشكرك جدا الحقيقة بشكر كل اسرتك ممثلة فيك موجودك معنا في الستوديو بشكرك جدا يا يحيا وانا جاهزة انزل معك السباق بريست بقى لبريست لا يلا بينا تمام لا يلا بينا انا بذكرك جدا يا يحيا ودايما للأمام المرة الجاية بقى لما شوفك هتكون قاعد معايا تقولي بدأت تشتغل شوال الله انا عايزة اقولي كلمة كمان اه عايزة هذه السالة عشان السالة اكبر انا عايز كل كل الناس تعولي عشان هدخل بطولة فرنسو 2013 عشان هو ايوة 2023 هو في منتخب الاتحاد لا الاتحاد الأعقات الزينية عشان بيقاهلوا إنهم يروحوا فرنسا عشرين تلاتة عشرين. هو دلوقتي في التحدي بتاع إنه يفضل مكمل على أرقامه عشان يفضل في المنتخب عشان يتأهل لفرنسا. عشان يتأهل لفرنسا. بيقول للناس كلها إدعوه لي عشان أتأهل. الناس كلها هتدعي لك وإحنا هنتبعك وإن شاء الله تدخل وتبزل مجهود. إنت هتبزل مجهود أكتر بقى الأيام اللي جاية عشان تقدر تروح. البطولة هتبقى في باريس وتقدر تروح بإذن الله يعني أنا بختم حقيقي الفقرة دي بس سعادة غير طبيعية. شيء فخر وحاجة جميلة وحاجة حصلة في مصر وفي بلدنا وأسرة مصرية ورئيس الحقيقة بيتبنى شيء كان مهمة قوي. شيء كان على الهامش في المجتمع بقى على أول المائدة المجتمعية وعلى اهتمامات الدولة والحكومة عشان يخرجوا شباب زي يحيا. زي الفل ينضموا المجتمعهم ويبقوا فاعلين ومشرفين. يحيا أنا يعني هاشكرك بس أنا عايزة أقوم بنفسي أقف وأشكرك وأسلم عليك بنفسي. تقبل ده بطل عظيم خليك أنت رسيها يحيا نورتني نورتني بجد.